4 مليون مبروك لكل جماهير النادي الأهلي النادي الأهلي صعب تقليده النادي الأهلي واحد بس سهل تجيب لعيبة بملايين بس صعب تاخد مركز بكاس العالم النادي الأهلي لعب 25 مباراة بكاس العالم فاز بعشر مباراة راح 9 مرات كاس العالم أخد 4 ميدليات برونزية شارك 6 مرات بنصف النهائي النادي الأهلي واحد بس هنفضل نقول ونعيد طول الوقت النادي الأهلي هو التاريخ والنادي الأهلي هو الحاضر كنا بنستحق مركز أحسن من كده ولكن قدر الله مشاء فعل بنقول جماهير دي كانت محتاجة تفرح اليوم اللعيبة دي كانت محتاجة يبقى عندها دوافع أو تجدد الدوافع ويبقى بداية جديدة علشان اللي جاي علشان انت بتاخد برونزية بكاس العالم بعدها على طول تاني يوم بتفكر في ماتش السوبر بتفكر ببطولة إفريقيا هو ده النادي الأهلي هو ده قدر النادي الأهلي ولكن اليوم أنا بشوف مباراة كبيرة جدا جدا شوط أول من أعظم ما يكون شوط تاني على فترات التعامل معاها لعبة النادي الأهلي بشكل كبير جدا انك تبقى كسبان 2-0 ويه الفريق يتعادل وتبقى نتيجة 2-2 انك تعمل منتدى دي مش حاجة سهلة قوي ومش حاجة سهلة أصلا على أي فرقة كرة بالعكس ممكن يتملكك الإحباط ممكن تحس إن الماتش خلاص راح وإن الميدالية راحت ولكن تأتي روح النادي الأهلي هو ده اللي كنا بنطالب بيه من البداية وهو ده اللي كنا بنقوله وهو ده اللي كان مزع علنا مش قصة إن اللعيبة ما عندهاش كرة أو إن اللعيبة دي ما تقدرش بالعكس بالعكس تماما إن انت تبقى عارف قدرات لعبتك وعارف إن عندها أحسن من كده بكتير وهي تتخازل أو تضيع فرصة سهلة مش هقدر أقول سهلة ولكن فرصة كانت بالإمكان إن انت توصل فاينال وبسبب بعض الرعونة أو التعالي اللي شفناه أصلا بالشوط الأولاني أو بناءة الشوط الأولاني التخزل اللي وصل لإن انت أصلا تتعادل اتنين اتنين بعد ما كنت كسبان هو ده اللي احنا دايما كنا بنقوله هو ده القافة اللي بتزعلنا هو ده المشكلة الكبيرة جدا عند اللعيبة المصرية إن انت وقت تحس أو لعبت نادي الأهلي بالأخص لأن اللعيبة المصرية كده كده توصل أساسا للليفل ده إنك تبقى كسبان تحس بالتعالي وتحس إن كل واحد عايز ينزل يستعرض يلا بقى بينا بسرعة نحنكش بقى والحنجلة تشتغل والكباري تشتغل فتضيع ماتش زي ده أو قبل ماتش تاني وفرص سهلة بتضيع هو ده القافة اللي احنا طول الوقت كنا بنتكلم عليها وكانت مزع علينا جدا عدم التركيز وفكرة إن انت تبقى متمسك برأيك ككوتش وإن انت شايف إن لأ هو ده الصح وانا هعمله وآيا كان النتائج دي برضو كانت مشكلة بنواجهها مع كولر من وقت للتاني عدم الثبات على تشكيلها دي برضو مشكلة كنا بنواجهها مع كولر والتشتيت الغريب أو التشتت الغريب اللي كان فيه كولر ببعض الماتشات اليوم ما شفناش الكلام ده خالص وحتى الماتش اللي قبله والخسارة اللي أنا زعلتني جدا جدا وقلت أبدا ما بحملها المالس الكولر لا هو كان رعونا من بعض اللاعبين وتخازوا من بعض اللاعبين اليوم شفنا العكس تماما تركيز كامل من كولر تشكيلها صح جدا جدا بدأ بيها المباراة تغييرات بتوقيت أكتر من ممتاز وصح جدا جدا لما سحب كهرباء الغير موفق تماما ونازل بداله طاهر وكمان خروج الشحات ونازل بداله كريم فؤاد الدينامو الجديد اللي موجود بالنادي الآلي اللي ده يعني روح كبيرة وشايف ان الفريق اللي قدامه وان شاء الله يعني ما كان بيجري بأرض الملعب فتغييرات توقيتها كان ممتاز جدا فكولر عمل اللي عليه اللعيب عملت اللي عليها والنتيجة كانت حتى بعد لما اتأخرنا او اتعدلنا ورجع لنقطة الصفرة امام فريق بدنيا أعلى منك فنيا انت أعلى بكتير وسابق بسنين ضوئية ولكن بالاخير النادي الأهلي أثبت انه كان يستحق ان يكون متواجد به او متواجد به النهائي في لقطات مضيئة كتير بماتش اليوم مش بس ان انت كسبت برونزية كاس عالم لا كمان اللعيبة اللي كانت ربنا كل المجهودة او كان بتسحق ان هي تتكرم على المجهود الكبير اللي عملته واحد زي ياسر ابراهيم ده لاعب يعني له ما له عليه ما عليه وانا طول الوقت بتكلم على ياسر ابراهيم لما بيجيد بالماتش بقول ولما بيبعنده أخطاء بقول ولكن بالبطولة دي ياسر ابراهيم كان واحد من اللعيبة اللي فعلا متعلقة وكان يستحق ان مجهوده الوفير يكلل بأهداف ياسر ابراهيم المدافع المدافع بيسجل ثلاث أهداف يستحق لانه لاعب المنتالة يا جماعة طول الوقت انا كنت بقول ان في لعيبة ممكن تكون كرة حالوة جدا وانا لاعب عالمي وانا لاعب قدراتي كبيرة جدا ولكن عقلتي توديني في ستين ده فده اللعب اللي عقلته فعلا رفعته وخلته منين لفين من لاعب ممكن يكون بينزل بديل كم ديئة بمتش للاعب وجوده بقى أساسي جنب عبد المنعم اللعب اللي لما بيبقى دع البنش تلاقيه ساكت اللعب اللي تلاقيه بينزل بيدي ولا بيقف ولا بيزعل ولا بينزل ولا بينزل ستوريز على الانستجرام ولا على تويتر ينزل تويتس غريبة ويقعد يقول لك وربنا معانا وانا بظهري وانا السند وانا يعني الكلام العجيب اللي احنا بنشوفه من بعض اللاعبين ده لما بتكون بركز بأرض الملعب أكيد ربنا بيكرمك لما يكون انت من جواك انسان نقي أكيد ربنا بيكرمك وبيعوض صبرك وبيبقى ليك وجود أساسي ما هو احنا الكلام حلو جدا ولكن بأرض الملعب لما بتعمل بتلاقي وبتحجز مكانك أساسي فسعيدة جدا برقم كبير بيسجله محمد ياسر إبراهيم طيب كمان بيرسي تاو من بداية البطولة وانا كان نفسي بيرسي تاو يسجل وخصوصا ماتش اليوم بقى لان من وقت بدأ يلعب بكاس العالم اللاعب الوحيد اللي على مدار كل الماتشات الأفرت بتاعه مقل حتى لو في بعض الأحيان كان غير موفق حتى لو كان بيضيع ولكن الروح اللي عند بيرسي تاو طول الوقت إن هو عايز يعمل حاجة وعايز يسجل وعايز فرقته وبيلعب للفريق فربنا برضو كان للمجهود بيرسي تاو اليوم بهدف ده أسعدني جدا جدا لعبت النادي الأهلي معظمها اليوم عملت لقوا كلهم قدوا اللي عليهم بشكل كبير جدا خليهي أكلمكو كمان عن علي معلول علي معلول ملك الحلول وقت جي شوت البنالتي أنا قلت بتشائم جدا لما يكون معلول مسجل بالماتش وتيجي البنالتي هو يعني حاجة كده سبحان الله يعني كان يقينا إن معلولها يضيع من قبل ما يشوت أنت لازم يبقى عندك بدائل فكرة إن أنت اللعب الأوحد أوه طبعا فيه ترتيب رقم واحد بين رقم اثنين وقم ثلاثة وهكذا لا أنت لازم يبقى عندك لعيبة كتيرة بتجيد يعني الحتة دي أو تجيد إن هي تشوت البنالتي أو تسجل من البنالتي زي إن دي الأهداف السهل أو المفروض ما تضيع بالشكل السازق ده فلازم إحنا نمرا لعيبة كتير عليها مع علي معلوم ولكن سبحان الله برضو عشان هو الرجل نياته طيبة ورجل يستحق التكريم بالفترات الأخيرة لي مع النادي الأهلي خلاص بقى إحنا كبرنا والله أعلم هو مكمل لكاس عالم تاني ولا لأ يعني فكرة إن الهيستري بقى إن أنا أبقى ضيعت بانالتي بماتش زي ده وإن فرقتي ممكن تدفع تمن الكرة اللي بصراحة تشاطت بشكل غريب جدا يعني ضعيفة وعلى الأرض ويعني أصلا جول كيبر على الله حكايته والله يا جماعنا كنت طول الماتش عملا بقول يا جدعان شوته عليه يا جدعان شوته عليه ده اللاعب ده الجول كيبر ده ضايع كرة محمد هاني الساروخية من بره شفنا لما عمل عليها فولو ياسر دخلت شوت بقى مرة واثنين وثلاثة ولاد دلوقتي بيتأسهل من بيحطها بحتة لو مين واقف يعني لو نوير واقف ما كانش هيجيبها مستحيل ولا أروع علشان تبقى ختاموها مسك ويسجل الرابع ويريحنا معلول بجد كانت كرة بالنسبة لي مهمة جدا جدا ويستحق ان هو يبقى يعني هقول بجد نهاية عظيمة جدا جدا من علي معلول على الرغم من انه استقبل هدفين ولكن يبقى الشناوي كلمة مهمة جدا جدا بصفوف النادي الأهلي ودايما بيبقى مفتاح فوز ليك لما يكون بالديئة 85 وانت كسبان 3-2 وغارات بقى من لعيب من الفرقة اليابانية وتلاقي الشناوي حاضر بكرة بيشيلها من على اللاين حرفيا كانت ممكن توديك بحتة تانية انك تلعب ولمعنويات ان الماتش خلاص كان يعني حسينا ان البرونزية قربت وكرة تدخل كان ممكن جدا جدا توديك لسكة تانية الشناوي شال اكتر من كرة اليوم واهمهم كانت الكرة اللي بديها 85 شانه يستحق الاشادة ويستحق التقدير محمد هاني عمل مباراة جيدة ولكن احنا يا جماعة رايحين نلعب بقى سوبر ورايحين نلعب بطولة افريقيا وعندك بطولات كتيرة عايز بقى تبتدي تعوض الخسائر اللي انت ضيعتها بأيديك يا محمد يا هاني يا حبيبي يا ضنايا الكرة دي انت بتعملها كتير جد يعني انا نفس افهم الفوليبول اللي بيعمله هاني ده كل ماتش كل ماتش انت بنفس الطريقة يا جماعة والله العظيم اخطاء سازجة جدا لما يتحسب عن نادي الاهلي بتلات ماتشات تلاتة يبقى احنا لازم نفكر ونقول هو في ايه منهم واحدة ظلمة ماشي معاكو جد لكن كرتين بتلات ماتشات ما ينفعش ان انت كل ماتش بتنزل بتعمل نفس الخطأ يعني دينا ورانا يا محمد يا هاني بتعمل حاجات كويسة جدا ونقول هاني المونديالي هاني بيتعلق بكأس العالم ولكن تلاقي خطأ من محمد هاني كان ممكن يودي الفرقة بحتة تانية ونرجع ونقول هنلبسه الليلة أو هنشايله الليلة وهي مش ليلته أصل فرجاء رجاء الاخطاء اللي احنا بنعملها دي نركز فيها فكرة التمركز الدفاعي اللي لما فجأة بننام أو بنحس ان احنا ضماننا الماتش بنعمله ده حاجة غلق جدا ان تلاتة لعيبة على واحد واحنا ملناش دعوة الكرة فاولا مع الكرة بنجري علي مفيش حاجة اسمها كده وتلاقي لعيبة بالتمنتاشر اتنين وتلاتة محدش مسيكهم خالص فنركز يا جماعة بالاخطاء اللي جاينا ليه بقولي الكلام ده وقت الفوز علشان وقت الخسارة احنا بنفضل نتكلم بقى ونقول ده غلط وده غلط وده غلط لكن بالعكس انت لازم وقت الفوز تبص على اخطائك وتبص على القصور اللي كان عندك كنفين علشان اللي جاي يبقى افضل بكتير طبعا لازم اقول كوكا عظم كوكا عالمي يعني انت عندك كورة الجولة التاني من الضغط العالي اللي عمله كوكا لبس المدافع غلطة غير طبيعية استغلها تاو وسجل الهدف التاني فكوكا لازم نشيب به ونقول ان اللاعب ده يا جماعة لاعب صغير بالسن تبتتكلم على لاعب يعتبر ناشئ يعتبر احنا في مصر العمر دي بنقول عليها ناشئين فلما يبقى لاعب بالسن ده وبيلعب جنب او علا بقى خلينا اقولك بيلعب على مين على اسماء كبيرة جدا لعبة مخضرمة ويبقى السقة دي والروح دي يبقى لازم تقول ان هو ده المستقبل اللي جاي وتفضل تديله اكتر واكتر علشان ده اللي جاي فكرة انك لا قصة انا اللاعب ده خبرته بكاس العلم قد ايه ولعب كان ماتش ويه ويه لا خالص ما بقاش في حد بيفكر بالطريقة دي خالص كولر راهن على كوكا وكسب الرهان واعتقد ان برضو كوكا لازم نشيب به مروان عطية اللي كان مستوى قبله البطولة بالنازل قدر ان هو يستعيد مستوى بشكل كبير جدا امام عشور اللي على الرغم من الاخطاء بتاعته اللي كان الواحد بيشد يعني حرام عليك يا امام بتروح انفراب بتضيع في حتة كده زيادة يعني في تكة كده زيادة عند امام عشور انا شايف ان هي لازم كولر يتكلم معها ويتخلص منها بالفترة اللي جاية ولكن يبقى امام عشور برضو رقم مهم جدا جدا مصفوه النادي الاهلي الفيجن يا جماعة اللي عنده غير عادي يعني الفيجن اللي عنده هدف معلول التالت شوف شاف معلول واقف فين وحطاه وعرغم ان الكرة طبعا خبطت بالمدافع ودخلت الا ان القرار معلول كان صح جدا انا لها حنكش ولا هفكر قلتش واحدة يمكن تيجي وفعلا خبطت ودخلت في حاجات كتيرة جدا جدا مكاسب من مباراة اليوم لازم نسبت عليها ونبني اللي جاي على مكاسب ماتش اليوم قبل ما سيب الناس تروح تحتفل ببرونزية كاس العلم اللي تستحق الاحتفال محدش يقلل ابدا ولا حد يقنعك ابدا ان لا خلاص عادي ما احنا تعودنا على ده واحنا كنا بنأمل طبعا كنا بنأمل جدا ولكن الحمد لله على كل حال برونزية كاس العلم ده رقم كبير جدا يا جماعة انت لازم تشيب بفرقتك وبلعبتك وتحتفل وتفرح بميدليات في حد اصلا يعني اللي كان بيسف عليك ده هو ما شم مش كاس العلم اصلا يعني لا شم كاس العلم واعتقد ان هو ولا هيشمه فلازم تفرح وتحتفل بس قبل ما سيبك تروح وتحتفل لازم اقول حاجة مهمة جدا حاجة كانت معصباني قوي من مبارح من وقت الكلام على حكم المباراة والناس اللي كانت طلع بتقلل يلا بقى نتكلم شوية على الحتة العنصرية وتقول لك حكمة عشنا وشوفنا على اخر الزمن ستات بقت روحنا باديهم والستات بقوا بيتحكموا مصيرنا والله العظيم اعلمين كبار يعني مفترض ان هم اعلمين كبار ويبقوا عارفين كويس قوي الكلام اللي طلعهم بقوهم ده معنا ايه يا رب تبقى الحكم بماتش اليوم ردت عليك انت وامثالك والتقليل من حتة تصدي واحدة ست شوفنا النهار ده التحكيم كان مستوى عمل ازاي شوفنا قد ايه كانت حضرة مركزة فير جدا حازمة جدا وبنفس الوقت فرندلي جدا مع اللعيبة لا هي وطرت الماتش وكان بتتعامل بتعالي وبطريقة تخرجك عن المباراة ولا هي كانت في رعونة وكانوا بيدوها على افاها اللعيبة ويقول لك انا رجل ودي ست هروح اكلها خالص بالعكس تستحق كل اللي شايدة وكل الاحترام طول الوقت والواحد سعيد وهو بيتفرج على ماتش كل واحد بياخد حقه بانلتي تحسبت عليك مية بالمية حاكم وفار اللي اتنين قاعدين حضرين هنا فيه هاند بول اللي هو احنا كنا ما بنشوفه اصلا ولا ركزنا تلاقيها وقفة وشافت وصفرت هنا فيه خطأ هنا استحق انزار هنا فاول عادي بجد شابو للتاقم التحكيمي اليوم اللي لو كان ده التاقم التحكيمي بتاع الماتش الماضي كان زمان النادي الاهلي على الرغم من سوء المباراة وسوء الاداء كنا زماننا بنشوف النادي الاهلي بالفاينال فيا جماعة لا تقللوا ابدا ابدا من شأن المرأة وانها قادرة على انها تعمل اي حاجة بالدنيا اللي احسن حكم بالعالم مقدرش يعمله ايا كان بقى موجه غير موجه بالعكس اليوم شفنا ادارة مباراة فوق الجيد مستوى تحكيم عظيم جدا جدا فاتمنى ان الناس قبل ما تعد تتكلم وتهرتل تعقل بس الكلام وتعرف قدرات الشخص ده ايه ايا كان هو راجل هو ست هي قدرات يا جماعة اسيبكوا تحتفلوا مليون مبروك او اربعة مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله اشوفكوا على خير ودايما الاهلي يكون كسبان تانك